بالنسبة للمسؤول الأعلى أنا عايز أجي بقى لدي أنا عايز قبل ما وصل للمسؤول الأعلى كمان النيابة أحيي هم طبعا ما بيقبلوش القضاء لا يشكر ولا يزم لكن بشكل إنساني كده أنا يعني يعني معجب جدا بهذا الموقف من النيابة إنه النيابة يعني عملت شغل رائع وده طبعا متوقع بالذات إنه صدر يعني تصريح متعجل من يعني موظفين في سكة الحديد يقولوا إنه الشابين دول رموا نفسهم عشان ما كانش معاهم الفلوس فنوع من الهرب يعني ده اللي فهم ويعني كانوا محملين الشابين دول المسؤولين حاجة حصلت كويسة إنه قنوات مصرية طلقت مبارح وأنا يعني استمعت يمكن كان الأستاذ محمد خير في المصر فاندي طلع ينتقد هذا السلوك وقال يا جماعة ده يعني تقرير متعجل وكان المفترض إن إحنا نستنى لما إيحصل التحقيق طبعا النيابة عملت شغلها كويس وال استمعت للشهود وشافت الفيديوهات والحاجات دي كلها الموقف الجميل جدا من وزين المقل إنه يعني فيه خطأ حصل من أحد موظفي وهو لا يضمن إنه الموظفين هيشتغلوا حسب القانون يعني فيه وارد إنه أي موظف يخطئ موظف أخطأ التصرف راح وصلح خطأ تصرف هذا الموظف بشكل رائع كان ممكن يبعد حد من الوزارة للعزاء كان ممكن يستدعيهم لمكتبه راح وحضر العزاء حالك بتقوله على فكرة الاستذاء كان إنه فكرة الاستذاء كانت هي الحل البديل بالزبط يعني ده المعتاد من المسؤولين الكبار بيبقى مثلا غلطة غلطها من شرطة أو زابطها أو حاجة مدير الأمن بيستدعي الناس اللي حصلت خطأ خطأ نحيتهم مو أكتابه وبيكرمهم وبيقدمهم لعطي الزار وحاجات دي لكن مرواحه لمكان العزاء ومشاركته طبعا الناس النفوس هنا بتبقى بتغلي يعني برضو في لحظة صعبة جدا في لحظة صعبة زي دي بيبقى فيه برضو مخاطرة إنه ما تضمنش استجابة الناس رد فعل الناس فرح بشجاعة وبشهامة ونبل ويقدم العزاء ويقول لهم إحنا معاكم وهنجيب حق ابنكم وهنبقى في صفكم وهناخد حقهم دي حاجة لمسة كويسة فإحنا شوفنا بقى الأطراف المختلفة وهي بتتحرك على مصرح الحدث العربية 934 آه بالضبط كده حاجات إيجابية جدا حاجات سلبية جدا ترجمة نانسي قنقر